مشاهدين الكرام في هذا الإطار أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره واعتزازه باستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس وبالغ للغاية يتعرض فيها العالم لأخطار نجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء الكوكب ذاته والقدرة على المعيشة عليه أضاف الرئيس السيسي أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم من الجميع تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق لإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية كما أكد الرئيس أن مصر تطلع لخروج المؤتمر وتتطلع لخروجه من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة وحاسمة على الأرض تبني على ما سبق لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس